موسيقى نقش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع صندوق النقد الدولي في الرياض ثلاثة ملفات رئيسية تتمثل في التطورات الاقتصادية لدول الخليج وتنويع مصادر الدخل والاصلاحات الهيكلية ومن المتوقع أن يضع وزراء مالية الدول الخليج اليوم اللمسات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة المتفق على تطبيقها في أواء الالفين وثمانية عشر وكانت دول المجلس قد أنشأت هذا العام هيئة اقتصادية عليا لمتابعة تطورات الاقتصاد وستعقد الهيئة اجتماعها برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأيام القليلة المقبلة على صعيد آخر قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن اصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك وقال العساف خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريشتين لاغارد أن نسبة التنمو التي يتوقعها صندوق النقد لاقتصاد السعودي هذا العام تبلغ 1.2% على أن ترتفع إلى 2% العام المقبل الإصدار الأول للسندات الدولية المملكة الحمد لله كان عليه قبال كبير جدا أكثر من كل التوقعات وهذا انعكاس على ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة ولكن كذلك سوف نعطي تفاصيل إضافية بالأيام القليلة القادمة عن هذا الإصدار بالنسبة للإصدارات الأخرى طبعا هي حسب احتياجات الحكومة ولكن لن يقتصر على السندات يعني جزء منها سوف يكون على شكل سكوك الحجم لم يحدد حتى الآن وكما فعلنا بالماضي هناك سندات محلية وأصدارنا كذلك سندات دولية فلا أستطيع أن أحدد ما هو الحجم من الآن مثل ما ذكرت حسب احتياجات الحكومة بدورها دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السعودية إلى مواصلة كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبول لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وقالت لاغارد أنه على المملكة رفع أسعار الطاقة وتطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة نرى أن الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 2% في العام الحالي ونتوقع أن يكون هناك إصلاحات مستمرة على المدى المتوسط من الناحية المالية وبما يدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 20-30 في المقابل ستنمو دول الخليج بنحو 1.7% في العام الحالي و2.3% للعام القادم أنا من جدة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد باطرفي أهلا بك دكتور خالد معنا في سكاي نيوز عربية دكتور خالد ما الصورة الإجمالية التي ممكن أن تتلخص اقتصادياً بعد اجتماعات صندوق النقد الدولي ووزراء المالية الخليجيين في الرياض اليوم هناك مؤشرات مطمئنة يعني كون رئيسة الصندوق النقد الدولي تشيد بالإجراءات التي اتخذت في السعودية ودول الخليج وبالرؤية 20-30 في السعودية وفي بعض دول الخليج أيضاً في قطر وفي أبوظبي وفي الكويت البحرين دليل على أن هذه الدول تسير في الاتجاه الصحيح لا شك أن طلبات أو نصائح النقد الدولي هي دائماً نحو المزيد والمزيد من الإجراءات على سبيل المثال السعودية رفعت الدعم جزئياً عن أسعار البترول للمواطن والمقيم هم يريدون أكثر أن يرفع الدعم نهائياً كما فعلت الإمارات كما ستفعل دول أخرى بحيث أن الدعم في النهاية يصبح السعر البترولي المحلي هو السعر الدولي يزيد وينقص حسب السعر العالمي يريدون أيضاً رفع الدعم عن أشياء أخرى مثل دعم الزراعة في بعض المجالات كالشعير والقمح وغيرها يريدون أن نسارع بتطبيق القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الضريبة الانتقائية توضع على أشياء معينة مثل منتجات التبغ بشكل عام السيارات الفارهة المجوهرات الأشياء التي قد يتأثر بها طبقة معينة ولا يتأثر بها المواطن دو الدخل المحدود فهذه الأمور هي التي تدرس الآن وأعتقد أنها ستطبق أيضاً الهيكلية وهذا موضوع آخر طيب دكتور خالد اليوم الحديث عن إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول خليج والتي ستطبق في 2018 أريد أن أسألك كيف سيتم تطبيقها وكيف ستؤثر على المواطن الخليجي بكل بساطة يعني المواطن الخليجي العادي كيف سيتأثر بهذه الضريبة ما في شك أن هذه الضريبة سترفع من قيمة السلع التي ستوضع عليها أنا أتوقع أن السلع الاستهلاكية الغدائية لن تمس ولكن هناك سلع كثيرة صناعية ومنتجات مستوردة وغيرها ستكون عليها قيمة مضافة يعني يدفعها المنتج نفسه ثم يمررها إلى الموزع ثم تصل في النهاية إلى تاجر التجزع أو يدفعها المواطن لكن الذي يحدث الآن في العالم وعندنا في دول الخليج مع يعني انخفاض نسبة السيولة أن التضخم انخفض وأن السلع خاصة المستوردة أيضا انخفضت سعر أسعارها فربما هذه ستزن تلك وفي النهاية لن يكون هناك ذاك الفرق يعني في أسعار هذه السلع دكتور خالد هذا يعني ضريبة القيمة المضافة ألن تؤثر على استقطاب الخليج للشركات ويعني عملية القدرة على جذب هذه الشركات ستكون المنافسة قليلة أو ضعيفة بالنسبة للدول العالم ألا تعتقد ذلك أيضا على العمال الأجانب أو الخبرات التي قد تأتي إلى الخليج لا هذه لا علاقة لها الشركات ستأتي بناء على معطيات معينة البيئة التقاضي مثلا هل هي عادلة المنافسين هل هم يعملون كلهم بنفسه بالمساواة أو بمعادلة هل هناك سوق لهذه السلعة يعني لو قررت شركة سامسونج أن تصنع تلفزيوناتها في دول الخليج بدل من أن تصدرها وتتحمل كل تكلفة الشحن إلى آخر شركة تويوتا لو قررت أن تصنع بعض سياراتها ذات الشعبية مثل الكوريلا هل هذا سيؤثر عليها أنه ستكون هناك نسبة محدودة في الضريبة لا لا تؤثر عليها لأن هذه النسبة مهما كانت لن تقارن بالبلد الأصلي أو بالبلدان الأخرى في أوروبا في سنغفورة في سنغفورة تصل إلى 200% من قيمة السيارة فبالتالي نحن بخير عندما تسافر إلى دول أخرى عربية أو أجنبية تجد أن السلع الخليجية أقل من تلك السلع والإقبال عليها أكبر القدرة الشرائية عالية في دول الخليج هذه هي المعطيات التي تحسب حسابها الشركات قبل أن تستثمر في البلد الترفيه مثلا صناعة الترفيه شبه مفقودة في المملكة عندما تأتي شركات وتقوم بمشاريع زي ديزنيلاند أو غيرها يعني مؤكد ستجد قبول وإقبال شديد من الشعب السعودي لأنه لا توجد منافسة قوية في هذا القطاع طيب دكتور خالد كل ما يحدث اليوم في الاقتصاد الخليجي جاء بسبب يعني الاعتماد على النفط وتدني أسعار النفط كما هو معروف في هذه الأيام إلى أي مدى هذا الموضوع يطرح أهمية تنويع الاقتصاد كما نعرف في دول الخليج هناك دول يعني مشت في هذا الطريق وذهبت إلى تنويع اقتصادها ودول بقت معتمدة على النفط هنا ما أهمية مسألة تنويع مصادر الدخل سؤال وجي الأهمية عالية جدا ولذلك نجد النجاح الكبير الذي تحقق لعملية إصدار السندات السعودية كان المطلوب لا يزيد عن 17 مليار دولار والذي وصلنا من طلبات وصل إلى 65 مليار دولار هذا يدل على أن العالم اقتنع وكانت من الأسباب المعلنة أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للدخل الرؤية 2030 أصلا تقوم على هذا الأساس وتقوم على تنوية مصادر الدخل بإدخال السياحة مثلا وخاصا السياحة الدينية وتصبح مصدر من مصادر القوية للدخل صناعة الخدمات صناعة اللوجستيك صناعة الطيران صناعات كثيرة جدا يمكن أن تقدمها المملكة بموقعها الاستراتيجي في منتصف العالم وبين القارات الثلاث وأيضا بمكانتها الدينية ومكانتها واستقرارها السياسي والاقتصادي ووجود أيضا المنتجات البترو كيميائية والأساسية التي تجعل إمكانية صناعات متخصصة أو صناعات عالية الجودة سهل جدا وموفر لأن الطاقة والغاز والمنتجات الأساسية متوفرة يعني هذه المعطيات كلها هي التي تطمئن العالم على أنه التحول على النفط وارد وسنصل إليه إن شاء الله خلال الرؤية وخطة التحول دكتور خالد سريعا هل ممكن أن نرى ضريبة على الدخل قريبا بشكل سريع لا أعتقد لا أعتقد إطلاقا لأن هذا السؤال سئل وعلى كبار المسؤولين وقالوا أنه ليس موضوعا في الأجندة ولم يذكر في أي مجال غير يعني التوقعات أو تهيئات للبعض أشكرك كان معي من جدة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد بطرفي شكرا جزيلا لك موضوع تطبيق ضرائب القيمة المضافة في دول خليج العام المقبل كان من أكثر الموضوعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم نستعرض الآن بعض الأراء عبد العزيز العبيدي على تويتر يقول دول الخليج والضرائب مرحلة جديدة في تعزيز الموالد والاقتصاد ويبقى السؤال هل سيتم توجيهها بما يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية محمد الصباح يرى أن الأولوية يجب أن تفرض على الأراضي السكنية المحتفظ بها أصحابها والأراضي الصناعية والمخازن والشالهات والمزارع وحيدة علي من جهتها تطالب بفرض الضرائب على أصحاب الشركات العملاقة من أجل تذويب الفوارق بين الطبقات والمساهمة في القضاء على فقر المواطنين محمد الزياني يرى أن العوائد من أموال الضرائب يجب أن تكون حقيقية وأن تتم ترجمتها على الواقع وإلا تتحول إلى عجز أخيرا أحد المغردين يقول نتمنى أن تجبر مؤسسات النقد البنوك الخاصة على تمويل المشاريع وتدوير السيولة داخل البلد وبناء اقتصاد قوي وردم هوة البطالة مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر